حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز بي 52 تصريحات مسؤولين عسكريين أمريكيين تكشف أن المهمة تهدف إلى رضع إيران ووكلائها عن تنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بشكل كامل وأيضا لتصاعد التوتر بين الطرفان استغرقت مهمة الطائرتين العملاقيتين نحو 36 ساعة في رحلة ذهاب وعياب بعدما انطلقتها من مطار باركسدال بولاية لويزيانا الأمريكية وتعتبر هذه المرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع والتي تقوم فيها قاذفات أمريكية بتنفيذ رحلات طويلة المدى قرب الحدود الجوية الإيرانية ينظر إلى تنفيذ هاتين المهمتين في وقت قصير بالأمر غير التقليدي بحسب جريدة نيورك تايبز وهو يحمل رسالة مزدوجة للحلفاء وللأعداء في آن واحد ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أمريكي كبير أن الاستخبارات الأمريكية رصدت مخططات قائمة واستعدادات لهجمات صاروخية محتملة أو ما هو أخطر من ذلك عبر الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في العراق